مثلا سابق الأمور هناك عدة مشاريع مع أنديا عملاقة ربما تسربت للصحفة قضية نادي أسطن فيلا لكن هناك عدة شراكات مع أنديا خلينا نقوله عالميا ما نقدرش نفصل أكتر في هذا الموضوع لأنه كان أمور شركة مع أنديا كبيرة كان إدارة راه تقوم بالعمل سواء مع الممويلين سواء مع مسيرين سواء باتصالات مع أطرف أجنبية لأنه ما نريده اليوم في نادي مولودية الجزائر هو إعادة البريق لهذا النادي الذي كان دائما يتسم بالصفة التواصل مع أنديا إنجليزي أو الإسبانية كل صراحة أسطن فيلا نادي إنجليزي لكن فيه أنديا على المستوى العالمي هذا الشيء الذي سيجعلنا ربما نسترجع هيبة المولودية وسمعتها ولكن هذا لن يتأتى ولن يكتمل إلا بتحقيق نتائج على أرضية الميدان لأنه فريق ورط القدم يسير بالنتائج التي تحقيقها في المستطيل الأخضر